اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام كيف الصحة مازلنا في الساعة الثانية من الآن مع الدكتور محمد حسن وهو مختص في طب الأطفال موضوع الحلقة سبنا عند الأطفال الأسباب والعلاجات والحلول أهلا بكم بكل اتصالاتكم أهلا بك دكتور توقفنا عند صورة مك دونول رجعونا يا مك دونول صورة طفل مك بسموهم مك تشايلد بسبب الإفراط في الأكل الفاستفود الأكل السريع الخارج أسف يعني طيب بلا شكة من المعروف من ضمن التغيير النمط الحياة اللي هو اللجوء للوجبات السريعة اللي هو التكاوي والدليفري والكلام طبعا معظم الأكلات دي بيبقى فيها نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية والزيوت والدهون والسكريات كمان يعني لحظيك لما تشوفي واجبة زي دية مثلا ممكن تلاقي اللي موجود فيها ادي تشيبس هناك اهو ايوه واده الدواء ممكن يكوني أهما فيزي درينك فيزي درينك او فيزي درينك او حتى الميلك الشيك بيحطوا عليه كمان ايه كمية عالية كمية عالية من السكر كمان او وقليل جدا من ريحة الفواكه الفليفر اللي هي ايه بس جيب بس نكهة كده وخلاص وبقيتها نشرت البطاطا على فكرة او بزبط مش طبيعي ميق بالمئة حليب وفواكه او بيتحط أشياء تاني معها عشان تديها السمك وتكمان تزود في البيع وكده فدية يعني تشوفوا منظر الطفل والطفل التاني ده بيكتسب من ايه بيكتسب اولا هما الناس بتعمل دي شاطرين شاطرين ليه عايزين يبيعوا عايزين يكسبوا فابيحط اشياء معين تخلي الطعم محبب للاطفال في السنة طبعا الاطفال يعني بحكم سنهم لا يعلمون ما هو صحه ما هو خطأ فبقى المشكلة فيه المشكلة في الوالدين اللي هو يهو وراجع من المدرسة يوديه على مكدونالد في البلاد بتاعتنا دي او لما يروح البيت ممكن يشترتي كوي كمان يجيب بيتزا يجيب اي شيء تاني وكل الاشكالية بتبدأ ان زيادة السعرات الحرارية اللي هي اصلا ملهاش لازمة انت مش محتاج السعرات الحرارية دي كلها بتاخدها ليه وكمان يعني انه بيحرم نفسه من مجموعة البروتينات ومجموعة الفيتامينات اللي هي الانسان بيحصل عليها من اكل اللحوم ومن اكل الخضروات اللي هو طبعا المفروض يبقى 30% فقط من مجموعة الواجبة بيبقى كربوهايدرات اللي هو مجموعة السكريات والسبعين اللي بقين بتوزع ما بين البروتينات والفواكه والخضروات احنا عبيح بالمنظر ده العكس طبعا هذه الصورة يعني شيء مؤسف انه نجد او نرى طفل بهذا الوزن الزائد يمكن يكون عمره 3 سنوات اربع سنوات ممكن يكون اربع او خمس سنوات بس وزنه ممكن يكون ثلاث اضعاف الوزن الطفل في سنه وهذا لم يأتي هكذا يعني عبثا يعني يجاء من خلال ترقمات عديدة كل يوم تقريبا نفس الماكدنالد بيرجر كينج الاكلات السريعة ولو في البيت بيبقى شوكولاتة او كريسبة او كده بالضبط والحلويات والغيرها يعني فيه 42 مليون في العالم زي كده من طفل تحت 5 سنوات 42 مليون طفل تحت 5 سنوات على حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية في 2013 والعدد ده اكيد زاد نعم وهو بس المثبت لديهم من الاحصائيات اللي جاية لهم يعني فيه دول ما بتعدش طيب دكتور كيف ممكن اليوم يعني نحاول الاسرة ان تكون لها تحكم وسيطرة على نمط الحياة والغذاء الذي لابد مثلا ان تشتريه في الشوپن ليست من هنا توازن يعني انه الطفل اليوم يقولك انه صديقي في المدرسة زميلي في المدرسة زميلتي في المدرسة اهليهم بياخدوهم بره بيأكلوا بره في الويكند السبت الحد لماذا انا لا اعياد المناسبات وغيرها كيف ممكن نوازن والنمط الحياة جزء لا يتجزأ من العلاج اللي هو لازم يبقى علاج يعني متكامل ومتشامل يعني شامل كل الاشياء اللي المفروض تحصل فبالنسبة لاشكالية الاكل بتبدأ من اللي هو في البلاد الغربية وكده من الشوپنج يعني اللي راح يروح ايه السوق عشان يجيب اشياء معينة من السوق موجودة في اماكن معينة يعني دايما ينصحوا ان اولا اللي راح يعمل شوپنج ده ما يروحش هو جعان لازم يكون متغذي في البيت لازم بصحيح لها اثر فضيع او هو صايم يعني خلاص بعد الفطار راح يعمل شوپنج اي واحد جعان او صايم هي يخش اي مكان اول شيء اظنان هي موجودة في مخزون الزاكرة اللي هي تورسناها ابا عن جد ان الخبز والسكريات هي الشيء اللي بيرجع للانسان بسرعة وعيه وكده وده صحيح يعني اي انسان بيبع عنده هبوط في نسبة السكر اول شيء بيدو بيدو له للجلكوز صحيح صحيح معروفة في اي دولة في العالم جلكوز ده ايه ده هو خلاصة السكريات عشان ده اسرع شيء تنبه العقل لاني ويرفع الطاقة اه بضبط لاني الغزاء المخ مئة في المئة منه جلكوز ده الجلكوز اللي هو وحادي سكر وحادي سهل جدا دخوله من الدم للحاجز الى المخ يتغذي عليه الخلايات وده اهم شيء عندهم اللي هو ده بالنسبة للمخ يعني فلذلك ده موجود في الذاكرة في العقل الباطني اي واحد جعل مش هيفكر في حتة لحمة هيفكر في اول شيء عايز شيء بسرعة كده حاجة حاجة فيها سكريات كتير ياخدها يحرق فيها الطاقة اه فده اول شيء عايز تعمل شوبينج من فضلك ما تروح شو انتجع عنده شيء كمان اللي ستة نفسها اللي عايز يعمل شوبينج ده يخلي باله يعمل موازنة بقى مش عشان عنده اولاد وبيحبهم وحبايب وكده وما فيش شك في الكلام ده طبعا يعني يبص للمدى البعيد الاول مش ان الطفل يفرح بشوكالاتي انت جاينها يرضاؤه لفترة معينة خمس دقائق وشكرا يا بابا وديك بوس او يا ماما وكده لكن بعدين انت شوف بتعمل في ايه بعدين يعني بفكر بقى على المدى بانا عندي المفروض يزعل مني ويبكي وكده ان انا وعي لصحته غير ان هو يبوسني وكده بشوكالاتي ويوازني يفضل يمشي الناحية دي بس يعني في الليستة كده من فضلك ايه واحد يروح يعمل شوفن يبص على الليستة يبص الاشياء اللي هي ايه الضرورية والهمة والغذائية اللي فيها معدل غذائي مفيد ايه كمان يبعد عن الاغراءات بتاع الاطفال يعني عايز تعمل شوفن كمان يا ريت ما تاخدش الطفل معك ايوه لو انت عارف انه هيصر على شيء معين بلاش ما تاخدهش معك روح اعمل شوفن من غيره بالضبط انه هو هيضطر اخد الكوكولة دي او اخد الكام بتاعت الكوكولة مشروبات الغذية دي شكل عام اه معروف ان فيها تسع ما يوازد تسع ملاعق من السكر مذابة فيها حتى الغير يعني الكاملة اللي هي الكاملة الدايت الدايت فيها برضو هم يقول لك واحد كالولا لك انها كلام اي شئ وزيرو بيعمل فيها اه لا 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 يبقى فيها شيء نسبة من السكر بس التسع ملاعق دي توازي يعني لو واحد لو حسبناها ممكن تاخد كان واحد في اليوم ده كده يبقى انت قضيت على كل ما يجب ان تأخذه من سعرات حرارية في اليوم 24 ساعة يا الله طيب يعني ملكش حاجة تاني خلاص دكتور اسمح لناخد اتصال ومثلما نعود موضوع جدا فعلا محمد من السعودية تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور نعم عندي ولد عمره 12 سنة ووزنه يمكن ما يتجاوز يعني 10 إلى 10 كيلو يعني أيوة معقولة نعم حاب تسأله أي شيء طيب يعني نبغت توجه منكم الله يجيش خير نصيحة طيب ما هو نعتر سنة عمره صرا طيب الدكتور راح يسألك اخ محمد تخليك على الخط متى بدأ الوزن ده يعني كده فجأة ولا هو بالتدريج بدأ وزنه يجل؟ لا لا هو من بدايته يعني عنده بعض من البداية يعني يعني نفس العمر يعني بعيد يعني يعني من الولادة لفترة الطفولة الأولى إلى الآن كان وزنه حتى حتى هو ما جام بسرعة يعني ما جام بسرعة بس جبت الهباة يمينات يعني النهور من يعني يتعد السنة وهو ما جام بس جبت فتنينات حتى انها يعني استعانوا وقام شوية يعني بعد يمكن سنة وأربعة شهور آه طيب أكيد لازم يكون فيه فحصات يتعاملت أو لو متعملتش فحصات ده لازم يتعامل له فحصات لأني 10-12 كيلو دي ده الطفل اللي هو عنه سنة ووزنه 10 كيلو لا يعني استجديري يمكن يسرع له بسرعة بعض جدا يعني تشوف الأمره وتغير بسرعة طيب هل حطيط يعني ودتو على الدكتور عمل له فحصات أخ محمد في عمل أي وفي فحصات عملت لا يعني ما طلعش عنده يعني ما في عنده أي أمراض هل شهيته مفتوحة للأكل لا الشاي هو الشاي يشرب من الشاي الأسود كثير يشرب الشاي عفوا الشاي الأسود الشاي الشاي يشرب من يشرب الشاي هو اللي مش والله ما عتقيتش يشرب الشاي هاي آية يخلي وزنه يصل لهذا الدرجة يعني علشان وزنه لا مهاموني لازم نعرف وزنه بالزبط يمكن لو أنت حضرتك متابع معنا من بدري يتعارف الوزن والطول بتاعه علشان نعرف هو فين بالزبط بالنسبة لمعيار مقياس الوزن المناسب للسن فلو عرفنا هنعرف بزبط فن بس عشان يعني علشان أنا يعني صعب أن أنا أقولك نصيحة على الهاو مباشرة وأنا ما عرفش التاريخ أقولي عفوا يا دكتور أقولي الرجم طيب ممكن أتواصل معك أأخذ الوزن وتواصل معك ممكن تترك رقمك ماشا أو بعد الحلقات تتصل وتكلم الدكتور لأن أعتقد أن أخ محمد فيه تفاصيل همة جدا دكتور لابد أن يعرفها ليعرف ليش وصل ابنك لهاي درجة الوزن الوزن القليل جدا بالنسبة لعمره ويمكن لطوله حتى طيب؟ طيب شكرا لإتصالك طيب دكتور يعني كيف نفسر هذا الأمر يعني 12 سنة 10 كيلو غريب يعني في شيء غريب جدا لأني زي ما قلت حالتك 10 كيلو جرام ده المتوسط لسن سنة نعم الطفل عنده سنة 10 كيلو ده المتوسط ليه مش زايد ولا ناقص 10 كيلو ممكن يكون 12 كامل ده سنة فده 12 سنة بالضبط ما أنا يعني لا يعني أنا مش بقول الراجل كده هو ممكن معرفش متوزنش أو كده لكني 12 سنة دي أنا مش يعني كثير غير مستوعب لا أستوعبها لا أستوعب أن يكون عنده 12 كيلو طيب يعني الأب يقول أنه وضعوه تحت الفحوصات ولم يكتشفي أي مرض هل يمكن يكون فيه خلل في الجينات أو الهرمون مثلا أو ممكن يكون فيه أسباب عدة منها ممكن يكون منها اللي هي اللي بيسموها الاندوكراين اللي هي طبعا هي الغدد الصماء مجموعة الغدد الصماء خاصة الغدد الدرقية لو هي شغالة زيادة عن النظوم فيه فرط شغل الهرمون اللي بيطلع من الغدد الدرقية ده ده بيهلك الوزن بيهلكوا بتماما بس لو حصل كده بيبقى فيه حقارات تاني بيبقى فيها شاشة في العظم بيبقى فيه اختلال في ضربات القلب بيبقى فيها عرق غير يعني كده وهو يبقى فيه بالاطفال ممكن لغدد الدرقية تبدأ الخلل فيها يعني عند الطفولة اه بيبدأ من وقت المبكر يعني ده بس سبب واحد فيه فيه عدة أسباب تاني أسباب تاني معروفة كمان انا ما سألتش على النمو هل التطور التطور النمو بتاعه مات بدأ يعني هو كالحركة بتاعته شكلها ايه مستوى الذكاء الكلام الفهم كل ده لان لو فيه لو فيه اشياء تاني احنا بجي بنتكلم على الوزن بس يعني عفوا دكتور يعني ممكن ايضا كما ذكرت من الاكستريم الاكستريم من السمنة ممكن الطفل يعني يوصل لمرحلة كما ذكر الاب انه فقط يشرب الشاي يعني لا يأكل له وهذه يعني تعتبره اه فيه بس الغريب انه هو بس يبقى معتمد على شرب الشاي لو هو بس يشرب شاي بس انا عايز اعرف بيتحرك ازاي لانه محتاج محتاج بروتينات علشان تنامي العضلات ومحتاج فيتامينات ومحتاج املح كل الاشياء ده مش موجودة في الشاي مش موجودة يعني فعايش ازاي غريبة فلا فيه شيء معين فيه خلل ما طيب نتمنى انه يتصل اخ محمد يتحدث معك بشكل اكثر توصيلي حبينا ايضا فيه سؤالين وردنا دكتور فيه حقيقة من شخص اتصل اب يتحدث عن ابنه المصاب بمرض التواحد وانت ايضا متخصص بهذا لا نقول مرض التواحد ولكن حالة التواحد عند الاطفال وذكرنا في الحلقات السابقة كيفية التعامل بشكل سريع لو تعطيه لمحة معه؟ لم يذكر السن لم يذكر اي معلومات ولكن احنا طبعا هو للأسف يعني حابين انه كل من لم يشاهد هذه الحلقة يعود على اليوتيوب على قناة الحوار على موقع الحوار.com ويعمل كليك على كيف الصحة شاهد دكتور محمد حسن كان لنا حلقة كاملة لمدة ساعتين عن حالة التواحد عند الاطفال فيها كل المعلومات الكاملة لكن بشكل سريع دكتور بشكل سريع برنامج متكامل لا يعني لا يجدي معاملة الطفل اللي في البيت بشكل يختلف عن المدرسة بشكل يختلف عن الشارع لازم برنامج متكامل والبرنامج ده بيتفق عليه الوالد والطفل لو كسنه يعرف او لو بيتكلم معشا كنا سألت عن السن لو هو يفهم ولو هو عارف ان عنده مشاكل وبتتشرح لعني اللي هو الطفل اللي في سن المراقع يختلف عن الطفل اللي هو عنده اربع سنين او خمس سنين في معالجة هذا الامر لو كان عنده لو هو بيتكلم او مش بيتكلم برضي يختلف لو هو عنده فرط حركة او مفيش فرط حركة لو هو عنده زكاء ينسبة الزكاء اللي عنده طبيعية او غير طبيعية كل العلاج يختلف حسب مفردات او معطيات اللي موجودة خاصة الحالة لان كل حالة التوحده بالذات كل حالة لها برنامج يختلف عن حالة تانية بتاع التوحد للطفل تاني ده لازم تناسب الطفل لازم تناسب الطفل وتناسب مستوى الزكاء ومستوى الكلام او التخاطب والاسرة والمدرسة اللي هو بيزعب اليها وكده فعلشان افأ يعني انصح بطريقة احسن لازم اعرف السن ونازم اعرف المعلومات التانية دي كمان لكن هو لازم يبقى المعترف بي انه بيكون برنامج شامل متكامل يشمل البيت ويشمل المدرسة واعضاء الاسرة المحيطين بحيث ان كله يعني يتكلم من نفس المنطلق مع الطفل مش الاب يعمل شيء والام تعمل شيء نفس السياسة نفس النظام في البيت في التعامل مع الطفل نفس سياسة النظام والمعاملة لازم تكون موحدة مع الجميع الطفل بتاع التوحد لا يفهم التغيير لا يفهم التغيير لو حد تغير شيء الدنيا خلاص خربت زي ما عندنا المر الفاتحة فهو لا يفهم التغيير فعلشان تعملهم ببرنامج لازم البرنامج ده يكون موحد ومعروف ان اللي يحصل في المدرسة واللي في البيت كله متناسق بحيث ان هو لا يجد غرابة في هذا الامر ان هلغى الغرابة دي والتغيير هي اللي بيخ لخفن كثير من اللخبطة يعني التدريب تدريب الاب والام والاخوة والاخوات اللي كانوا في البيت والمدرسة نفس النظام والسيستم والتدريب بالتعامل مع الطفل سؤال اخر هل تؤثر السمنة على مستوى ذكاء الاطفال؟ فيه ابحاث بتقول انه ممكن تأثر بس التأثير بيبقى تأثير بسبب الانعزال وبسبب الاحباط وبسبب الانطواء مش بسبب اللي هو الزكاء يعني فيه علاقة بين الاثنين لكن فيه اغلب المفهوم انها بسبب انطواء الطفل فيفترض الناس بتفترض انه هو علشان هو مش عام مش شغال كويس في المدرسة يبقى هو اكيد مش مزكي لكن هو طبعا مش شغال لانه فيه الاطفال بيغضوه او بيغضبوه عليه وهو كمان مش عارف يوري اللي عنده في المدرسة لان من فرط الانطواء ومن فرط احساسه بان فيه مشكلة بتلاقيه كده مش مركز لا في المدرسة وفي البيت بيبقى تركيزه بيبقى على الاشياء الهامة بالنسبة للاكل تلفزيون او يلعب او يتفرج على كده فده بيدي انطباع انه هو يعني كأكيد ذكاءه فيه مشكلة لكن في اغلب الظن بتبقى المشكلة اللي هي او ممكن يكون عنده ذكاء ولكن كما ذكرت لا يظهروا لانه احساسه بالخجل والانطواء والعزلة او بزبت كده عايز يتفادى الاماكن المواجهة اللي هي الناس تبص على جسمه يعني نعم طيب ايضا هناك سؤال هل كيف ممكن اليوم ايضا هل هذا المقياس البي ام اي يكون معيار مقياس ايضا الكبار السن كما ذكرت وكيف ممكن يقيسه يعني كبار السن كبار السن بنفس القصة نفس الطريقة نعرف الوزن ونعرف الطول ونقسم الوزن بالكيلو جرامات على مربع الطول بالمتر ايوه بس وخلاص بكل بساطة ايه كده بكل بساطة بس في شيء ثاني زايد على ده اللي هو مقياس محيط الخسر في الرجل وفي المرأة ده زايد شوية على البي ام اي يعني لو وصل المعدل البي ام اي اكتر من 30 ينصح باستخدام قطر لا مش اسمه ايه محيط محيط الخسر اللي هي المنطقة من اللي هي السرة والورائيس بقى في يعني معدلات معروفة يعني ما انا قبت بعض الارقام معروفة طبعا من امريكا وكذا انه ابي يقولك ان لو الرجل لو زاد على 94 سنتميتر محيط الخسر يبقى في ايه لازم يروح لدكتور او يعمل شيء معين يعني يعني ممكن يقيس يعني بالمقياس الاتنين بيتقاسوا في البيت ايه حاجدوا كلها التعامل في البيت عادي يعني يعني اللي يشوف يوزن وزنه في اي سلطلة ايه في اي مكان ويستوله ويعرف البيتة معين بتاعه وخلاص مش محتاج السن لانه ده رجل كليا زياد الكرشة والكرشة مابلاش بقى اخرنا يعني لانه واضح اه بزبط كلا ما فيه عندنا دي مشكلة الجزء التالي السيبت 80 80 سنتين اه فالاتنين دولا هي اللي بتبقى ايه بيشتخدم كميع يار طيب دكتور اسمح ان نتوقف ان ناخد ايضا مكالمة من مصر طلعت تفضل انا عندي ابني عنده عاشر سنين بس بيتبول تبول الاقلادي ايه ايوه انا سامعينك ايوه طيب حابب تسأل دكتور اي سؤال له خليك اختلعت حيسألك الدكتور طيب وتبول الاقرادي ده بدأ من الاول لاقرادي ولا في الاول كان طبيعي وبعدين اتغير اصبح لاقرادي اختلعت نشي طيب احنا رغم نوعدنا انه نتحدث عن هذا الموضوع بحلقة كاملة لما لها تأثيرات او اثار نفسية مستقبلا وذكرنا في حلقات سابقة بشكل سريع عشر سنين تبول لا ارادي لا نعرف تاريخ هذه المشكلة لا نعرف التاريخ ولا نعرف بدأ يتبول لان البداية اذا بدأ يتبول لا اراديا من البداية يعني عمره ما كبر عمره ما خرج من الحفاظات لهذه مختلفة اسبابها تختلف تماما عن لو هو كان بدأ خرج من الحفاظة وابتدى بعد سنتين ثلاثة اربعة وهو عند اربعة سنين ابتدى يتبول لا اراديا اسباب مختلفة اذا لابد ان نعرف قبل وبعد يعني في سن الطفولة الى سنتين ومن بعد بشكل عام دكتور يعني كيف انت اليوم ترى هذه المشكلة اللي بيعاني فيها كثير من الاباء والامهات كانوا فتيات او يعني اتبول الا ارادي في عمر كبير اين كانت الاسباب؟ هذه مشكلة يعني نفسية كبيرة نفسية ضخمة كبيرة يعني معروف ان الناس هتتتزاور وممكن حد عايز يروح يبات عند اقرباءه او اصحابه شو فيه بتحد ازاي من الحكاية برضو الانطوائية وبرضو الحكاية ان الانسان خايف يطلع او يروح مكان تاني لان لو راح عند صديق او راح عند قريب وهي باته الليل هيتصرفوا ازاي ويتبول على الواحد يبقى عنده عشر اتنشر اتتاشر سنة في مشكلة فبتعمل برضو يعني حتى لو حبوا يقولوا للأسر ان احنا عندنا مشكلة صعب صعب على الطفل انه يتقبلها وبيضطروا انه ينعزلوا فبتبقى الاسرة كلها بده تأثر بهذا الانعزال لان هيسيبوا في البيت طيب ابسط الحلول السريعة دكتور حتى نعطي الطلعة يعني كيف تنصحه اليوم هو فيها طبعا علاج يعني فيها العلاج معروف بس بشرط العلاج يتاخد بعد ما تعرف السبب يعني لو عرفنا ان السبب فيه مشكلة ممكن التهابات المثانا او التهابات الحوالب او التهابات المقدمة نفسها اللي هي طبعا الجهاز البولي من قدام ممكن تؤدي الى حالات التبول الاراضي لذلك علاجها لازم يتعرف الاول كمان ممكن يتعرف الكلة نفسها هي تعرف هي شغالة ازاي هيها بتفرز كميات من البول غير عادية او لا فيه جزء تاني بيعمل تبول اراضي الطفل لا علاقة له بيه وده يعني كده من عند ربنا انه هو فيه غدة النخامية اللي موجودة في المخ فيه هرمون معين معروف اسمه انتديوريتيك هرمون الهرمون ده بينظم كمية البول اللي بتخرج من الكلة الى الحوالب لو الهرمون ده مش موجود اي شيء موجود ميا زايد بتنزل على طول ما فيش كده من غير تحكم يعني كثرة التبول نعتبرها؟ هي طبعا كثرة التبول وبتزود انه هو من كثرة التبول ده في النهار ممكن يمسك نفسه في الليل ما يعرفش لا يستطيع فدي برضو سبب تاني بس فيها علاج فيها علاج ممكن يتخذ بالنهاية للاخ المشاهد طلعات بتنصحه انه لابد انه يتابع الحالة مع طبيبه الخاص لمعرفة السبب الحقيقي اسمح لي دكتور ايضا ناخد الفاصل يعني صار الوقت سريعا للساعة الثانية ومثم نعود مع الدكتور محمد حسن المناقشة قضية السمنة ومشاكل السمنة عند الاطفال علاجها اسبابها وعلاجها كونوا معنا حيكم مجددة مشاهدات الكرام نصف ساعة الثانية الأخيرة من كيف الصحة مع الدكتور محمد حسن ومناقشة المشكلة الصحية لدى الاطفال وهي السمنة الزائدة دكتور أهل وسهلا بك راح نلتقل بشكل سريع من بداية قبل ما نقض الأسئلة ذكرنا المشتريات الغذائية لا بد أن تكون صحية ولكن في نفس الوقت كيف لنا اليوم نتجنب أيضا حرمان الطفل الذي يشتهي ويحب من حين لآخر أني أخذ قطعة من التشوكليت أو الحلويات السكريات وحتى لا يكون هناك فرض في هذا الحرمان حتى لا تكون النتيجة عكسية طبع وتوعية الأسرة في نفس الوقت كيف نوعي الأسرة وكيف الأسرة توعي الطفل منذ النشاء أيضا بالأشياء الصحية والمشتريات الصحية أو الغذاء الصحي حتى تنمو لدي هذه الفكرة ومن ثم يصبح يعني تصبح لدي عادة كيف؟ بلا شك اختيارات الطفل لنوع الأكل الذي يأكله لا تستطيع أو لا نستطيع أن نفصلها عن الاختيار الأسري أو عن الذي يحصل في البيت لأن الطفل اللي هو طفل ليس يطلع بره ويخد فلوسه ويشتري من بره إلا إذا كان كبير ده شيء تاني لكن نحن نتكلم على المرحلة الأولى المرحلة الأولى بيبقى إن الإنسان بيبقى الأب والأم والأخ والكبار لازم يكونوا نموذج للأصغر يعني ما ينفعش إن أنا أشرب كوكولة وفيزي درينكس وكده وأأكل شوكالاتة وأقول لا ما ينفعش معك لو عايز أعمل كده وأنا كبير خلاص حتة تانية بعيدة فهو إيه؟ لازم الإنسان يكون إيه؟ يدي مثل أعلى للطفل الأب والأم والإخوة الكبار يعطوا مثل أعلى للطفل في المنظومة الغذائية المتكاملة اللي هي الصالحة يعني أنا أعمل كده لازم قبل ما أشرح لابني لازم أعمل كده لازم أعمل كده لازم أعمل كده فده شيء الشيء التاني زي ما قلت من الأول مش المشكلة أن ياخد قطعة شوكولاتة أو يأكل باكت كريزبا أو كده المشكلة هيعمل إيه بعد كده؟ هيعمل إيه؟ بالضبط بزبط كده هياكل دي ويعود يتفرج ساعتين على فيلم وبعدين ينام ويلعب في التليفون مع هكده خلاص يبدأ مش هينفع معنا لكن لو هيأكل الشوكولاتة دي أو هيأخدها بعد ما راجع من ساعتين في الرياضة رياضة وكورة يعني بسكليتة وكده وجاري وشغلانة ما فيش مشكلة المشكلة أنه هو بيأخد سعرات زيادة وقاعد مش بيتحرك وكمان نظام كل اللي في البيت مش مساعد يعني التلاجة موجودة وكده بكل شوية رايح جاي كل كده شغال على بل غير حساب فهو يمكن كل نص ساعة يأكل أو ربع ساعة يأكل وبيأكل ايه؟ أي حاجة فدي ايه الإشكالية قلة النشاط الرياضة فهو أهم شيء إعادة النظر للإخوة اللي عايزين يتغلب على المشكلة دي وزي ما قلنا برضو أن الطفل ما بيبقاش معزول عن الأسرة في حكاية زيادة الوزن أكيد في بعض الأحيان بيبقى الأب أو الأمة أو أخر تاني أو حتى يعني عم أو كده بيبقى عندهم المشكلة دي فبتبقى هو نظام أسري متكامل آه متكامل يعني الأب والأم والأبناء يأكلوا نفس الغذاء اللي هو الصحي لا يخرج أبدا عن الله ولذلك هنا من ضمن الأشياء اللي هي بننصح بيها ما ينفعش نعزل الطفل يعني حلواني بيشوف الأب والأم كبار خالص في الحجم وجايبين طفل بردو كبير ويقولك عايزين نعمل حاجة طيما أنت بردو أولى بردو بلاه معلشان نعمل لازم أنت تكون مشترك أو في أكلات للكبار وأكلات للصغار بزبط هي دي المشكلة فلازم علشان نعالج الطفل لازم الأب والأم والإخوة الكبار يكونوا مشتركين في المنظومة دي ما ينفعش أن نعزل الطفل الصغير اللي هو أربع خمس سنين ونعمله نظام معين والباقي يأكل هو زي ما هو عايز في أسئلة كثيرة دكتور ولكن خلينا ناخد اتصال من بلجيكا مصطفى تفضل يا مصطفى أيوة يا مصطفى سامعنا السلام عليكم تفضل سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله أنا عادي بطولة تقالك تقيت الكرش وكي هو أنا برعب أنا برعب أنا برعب أنا برعب برعب تالك أيوة كرشي كرشي كبير شوية أنا قلته ليته مية أيوة يا مصطفى ليك الكرشي بتاعي ليك الكرشي بتاعي ليك طولي حوالي مية أزول النهاردة بعد ما نسمع يا ليه تتوطي صوت التلفزيون يا مصطفى عشان تسمعنا ونسمعك بشكل واضح كريم هلوكم مية كده أيوة مظبوط إذا انت بتلعب رياضة عندك في منطقة البطن حجم كبير نعم كبير 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 شوية طيب منعرفش يعني يجمع المعاين اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الوزن على مقسوم الوزن بالكيلو جرام تقسمه على الطول بمربع المتر يعني بالمتر المربع مية وسبعين مية وسبعين مية وسبعين مو وزنك ممكن احسبها لك يعني وزنك الحالي كام؟ حالي بك 85 85 طيب ماشي خلاص انا احسبها لك واقولك طيب طيب هو الضروري يعني دائما في حالة الوزن وكما ذكرت دكتور والطول باماية الوزن بالكيلو والطول بالمتر المربع بالتقسيم يعني تقسمينها وتطلع النتيجة وتطلع النتيجة بالمعاية يعرف المعدل بتاعه كان بس هذي ما لها علاقة بالبطن حولين الدهون في منطقة البطن منطقة البطن ده اضافي شيء اضافي اه شيء اضافي ممكن يضيف للوزن ايضا دكتور ممكن يستخدمه كمعلومة اضافية ولكن هو بيزود منطقة الدهون اه بتزود بتزود الوزن بشكل عام بتأثر عليه بزرط كده حسبت البيام ماي بتاعه طلع 27 و7 من 10 احنا قلنا انه هو كده يبقى في اي حاجة فوق الـ 25 ايوه من 25 ل29 29 من 10 ده يبقى وزن زيادة يعني هو كده الاخ مصطفى من بلجيك يبقى وزنك زيادة يا مصطفى 27 و7 من 10 البيام ماي بتاعك لازم يكون اقل من 25 اقل من 25 ده البيام ماي اذا لابد منه التخلص من الدهون من كمير الدهون او يقلل من الاكل اللي بيأكل مع انه بيمارس الرياضة بيمارس بس ممكن يكون بيعوض بقى بيعوض اه انا يجعلن اديها بقى واي مشكلة يا دكتور طيب عودة دكتور الى ثقافة اليوم ثقافة الاسرة في البيت على منظومة الغذاء الصحي المتوازن مع عدم حرمان الطفل من الاطعمة التي تأكلها العائلة او فصل الطفل من طعام العائلة ما هي نصيحتك؟ طبعا الحرمان لا ننصح به على الاطلاق لكن ننصح بالاتزان وننصح بالوسطية ان الانسان يبقى متوسط في شيء لو عايز تخلي العلاقة بينك بالطفل علاقة محبة ومودة بلاش الرشاوي بالاشياء اللي هي هو يتعود عليها عدم مكافأة الطفل يعني ما هو هيك بسنة وغيرها كافؤوا بشيء اخر كافؤوا بشيء تاني ولو انت هتدي له كمان هيكل بيتزا خلاص ماشي يأكل بمفيش مشكلة بس يعمل حسابك ان البيتزا دي هتبقى يعني معاك فترة كمان أسبوعين ثلاثة ثانية على ما يأكل بيتزا تاني او اربع اسابيع مش بيتزا النهاردة وكمان بعد يومين بيتزا تاني وديها نفس الشوكولات نفسها استخدم الاشياء دي كمكافئات بس بينية بمراحل مع تعويض في زيادة الحركة زيادة الحركة يعني ايه ان الطفل لازم يمشي يجري يلعب كورة كده وكمان معروف ان هو اللي بينصح به ان الطفل لازم يجري لازم يعمل نظام جارية أو فيزيكال اكتيفت يعني نشاط ستين دقيقة في اليوم مش شرط يعني ساعة مش شرط انه يعملها مرة واحدة عشر دقائق وارتاح ده النصيحة المعروفة بيها اللي اعنا بنعملها كل طفل اللي يابد له كل يوم ستين دقيقة ساعة ساعة كاملة يأمن متقطعة وزحها عشر دقائق عشنا مش كورة يأمن مرة واحدة دكتور بعض العائلات يعني يقولوا انه الطفل كل نهاره كان بالمدرسة بيمارس فيها الرياضة والانشطة وغيرها يأتي الى البيت للمذاكرة ليس هناك متسع من الوقت حتى الويكند السبت والأحد ماعتقدش ان المدارس بتعمل رياضة يومية حتى هنا في البلد دي فيها رياضة مرة في الأسبوع او مرتين في الأسبوع وفيها رياضات ثابتة زي اللي هي بيلعب مثلا هو واقف كده او بيبقى عايز يلعب الارشري اللي هو السهم هو البريك دكتور بين الحصص بتكون فيها يعني اه بس البريك ده البريك ده بيبقى الطفل نفسه ما ترك للطفل يعني لو عايزه يعني ممكن يقعد هو على جنبي كده وهيقعد مش هعمل شيء لكن احنا بنتكلم على نوع الرياضة المفروض المفروض على الطفل ان هو بيلبس لبسه معين ويروح يلعب كورة لمدة نص ساعة وعليه مشرف ده يختلف يختلف عن البريك طيب ناخذ دكتور المشاهد طلعت رجع لنا اللي عنده طفل عشر سنين لديه التباوة الارادة اللي يعطينا توضيح اكتر تفضل يا طلعت انا عند ابني كان سليم كويس بشي حاجة طيب لو خليك يا طلعت لحظة الدكتور رح يسألك طبعا اخذ المعلومات المبدئية تفضل تفضل طيب هو اتولد عادي و لما تعلم خالص لمدة بغسة حول ثمان سنين تسح سنين كويس ما كانش فيه تباوة الارادي خالص حال ثمان سنين يا طلعت لغسة ثمان سنين تسح سنين يا عادي كويس ما فيش اي مشاكل خالص لا ما فيش مشاكل خالص لانه بيتباول عن ثمان سنين لحد الان بدأ يتباول لا وذات عنده عاشر سنين اه ما انا بقول يعني من ثمان سنين الى الان بدأ يعني ايه بيتباول الى ارادية طيب ده طيب ده في النهار ولا في الليل ولا كله لا بالليل في الليل طيب حصل شيء حصل اي شيء مفاجئ تغيير في نظام الاسرة اه يعني لقدر الله يعني انقسام اه زعل اه حد توفى اي شيء الوسطة مستقرة الوسطة مستقرة وتربية يعني ما فيش اي حاجة يعني انا بعتبرهم زي اخواتي ما فيش اي حاجة خالص يعني الناحية النفسية كويسة جدا يعني في المدرسة وفي المدرسة كويس ما فيش مشاكل عنده في المدرسة لا لا ما فيش مشاكل الحمد لله طيب اتعملوا اي فحصات فحصات على الكلة او على المسانة او البول نعم اه ده له ده الأدوية اللي يتمر عليها وما يشعبش مية بالليل وما يكلش شيفسي ما يكلش كرانشي ما يكلش الحاجة اللي هي برا المهم اكلناش اه لكن في معلومات واضحة اه هو واضح طبعا من الجزء التاني هو طبعا لازم لازم في الاول انا ما عرفش الدكتور اعمل ايه فحصاته كده لو انا هعمل اعمله اشعة اه موجات صوتية على الكلة ايوه وعلى المسانة اه وهعمل مزرعة للبول وتحليل للبول ايوه ولو ما فيش اي شي همد كمان الفحصات ان انا اعمل اشعة مقطعية على الغد النخمية في المو وابتدي اشوف نسبة الهرمونات اللي هي تكون مثلا نازلة وبتعابة في حاجة اسمها سبيسيفيك جرافتي اللي هي طبعا الخاصية بتاعة الجاذبية في البول وكلا بيتعارف ليها نسبة معينة معروفة لو هي خفيفة خالص يبقى البول النازل خفيف جدا يبقى الهرمون اللي هو المفروض يحبس البول شوية ده مش شغال اه فهو ده بيديله علاج بياخده بالليل بس يعني اقراص معينة وفيه كمان بخاخات ايوه بيتاخد عن طريق اه او ممكن تحط قرص تحت اللسان وكده او ممكن بخاخة ده هو هو الهرمون ده هو الناقص طيب فده هو بيتحكم في الامور شوية هذا العلاج دائم دكتور العلاج بيبقى حسب المواقف لا هو طبعا ممكن على حسب لو هي الغدة مش بتفرز خلاص هي بدأ عليك دائم خاصة ياخده لما يروح في اماكن عشان ما يحصل شيء احراج طيب وطبعا العامل النفسي مهم جدا مهم جدا مراعاة عامل النفسي لهذا الطفل اللي رح يكبر بس اهم شيء وظائف الكلة لو وظائف الكلة فيها خلر معين يبقى فيه شيء معين لازم يتعالج فيه بالنسبة للكده طيب اتمنى ان اخ طلعات يكون استمع لهذه النصيحة او يعود النا يعني رح تعادل الحلقة على اليوتيوب ليستفيد منها لكن شاء الله على امل انه رح نعمل حلقة كاملة على هذا الموضوع اللي اهميته دكتور ايضا اعودة في الدقائق الاخيرة المتبقية لنا اهمية اليوم ايضا استخدام الاغذية الصحية قليلة الدسم التي تبدأ ايضا من عمر خمس سنوات حتى نبدأ نعود الطفل على يعني ما ياخد الدهنيات اكثر مثلا الحليب المنزوع الدسم هل ينصح فيه فعلا بعد خمس سنوات يكون ولا ده ممكن ينصح فيه اكتر يعني بدري كمان عن كده لان كثير من يعني الاهالي بمفهومهم بان لا الحليب لابد ان يكون كامل الدسم في هذا العمر هو الحليب كامل الدسم لحد عمر السنة ده ما ينفعش انه تدي اي طفل منزوع الدسم او نص دسم قبل سنة من بداية السنة لحد السنتين ممكن تديله الاتنين ممكن تديله نص دسم او كامل الدسم نعم بشرط انه ما يبقاش فيه مشاكل تاني يعني بالنسبة للوزن وكده يعني لكن حكاية حكاية الديت اللي هي حكاية الريجيم وكده اللي بيقولوا عليه ده يعني لا انصح ان حد يستخدموا الاطفال اقل من سنتين طيب ما ينفعش يتعمل مع الريجيم لازم تشوفه وزنه زيد لازم يتعارف في الاول اهم شيء لازم نعرف ان ما يكونش عنده مشكلة مشكلة طبية محتاجة على علاج هي هي اللي مسببة السمنة مش فرط مش فرط الاكل والاكل الغلط لا هو ممكن يكون عنده مشكلة تانية معروفة وفيه امراض معروفة نادرة زي ما قلنا في الاول هي بيكون مصاحبة بالسمنة فده لازم يتعامل فحصات عشان زيما ايه نخلص منها يعني نتأكد منها تقييد السعرات الحرارية اليوم دكتور هل تتداخل في عملية النمو هو او تعطل او توقف مثلا لا 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 يعني وطبعا ايه اولا حسب سنة للطفل وحسب ورد وزنه وكذا وانواع الاغذية اللي بيقولها لكن التقييد السعرات الحرارية زي ما قلتنا لا انصح به قبل سنتين لا انصح به لازم تشوف سيب سبب تاني غير التاغذية اي سبب تاني تشوفه الاول ما تقولش اه ده علشان بيأكل او بيشرب كذا لا لا شوف في سبب تاني غير كذا مهم جدا بعد سنتين نبتدي بقى برنامج تنظيم السعرات الحرارية بخلاف تقييد السعرات الحرارية يعني بند لو نبنا نبتدي الطفل مثلا 1800 سعر حرارية مثلا بطريقة معانا بيحسبها الاخصائي الغذائي لازم تكون مصحوبة بتمرينات ومصحوبة بأشياء تانية بحيس ان الاتنين يمشوا مع بعض ما ينفعش ابدا يتعامل رجيم على الطفل من غير تنظيم بالتأكيد أو إشراف معالج للنظام الغذائي بالتأكيد مش العائلة هي اللي بيبت طبع هذا الجدول هناك أيضا مشكلة بعض الأطفال عندهم جوع مستمر يعني تلاقي بياكل بيخلص بعد شوية بعد ساعة بيعايز يأكل أيضا هل هي مشكلة ولكن بدون زيادة وزن يعني كما محتفظين لوزنهم العادي ولكن لديهم الحاجة إلى إشباع أو الأكل المستمر بدون زيادة الوزن هل هذه أيضا مشكلة أم أنها عاد أم دية في بعض الأمراض الكروموزومية بيبقى فيها زي المرض معنا اسمه أنجلمان سيندروم الأمراض اللي من النوع دي وخاصا أمراض وبرضه أمراض الغدة اختلال الغدة الدرقية بيبقى زيادة في النهم أن الطفل عايز يعني حتى من البداية الولادة بيبقى عايز يشرب كتير ويأكل كتير علشان كده أنا قلت إيه قلت أن لازم الأطفال اللي عندهم المشاكل دي خاصة الأقل من سنتين لازم نعرف هو بيأكل كتير ليه وزنه زايد ليه لا بدون وزن يعني بيكون ما عنده أي وزن بيأكل كتير غير المعدل العادي غير المعدل العادي لازم نشوفه ونكشف عليه لأنه ممكن يكون فيه مرض تاني مصاحب هو اللي بيخلي هو اللي مزود للشهية بتاعته وهو اللي بيخلي بيأكل أكتر من الحجم الوجبة يعني احنا بتتكلم عن ثلاث حالات حالة الطفل بيأكل فيها كل الأغذية التي تزيد من وزنه حتى تصل إلى السمنة حالة أخرى وهي الأطفال اللي بيأكلوا بشكل مستمر ولكن وزنهم لا يزيد وحالة أنه فقدان الشهية تماما لدي الأطفال كما ذكر لنا من السعودي الأخ محمد ابنه 12 سنة وزنه 10 كيلو يعني ففي كل هذه الحالات إذن هناك فيه خلل آه طبعا أكيد فيه مشكلة معينة لازم الطبيب المختص خاصة في السمنة ومن أطباء الأطفال بالذات يعني لازم هو اللي يشرف ويشوف لأن الأهمية هنا لإكتشاف المرض مش علاج السمنة لأن السبب السبب اللي هو المرض مش السبب السمنة السمنة ما هي إلا عرض إذا في الحالة اللي هي بيكتسف فيها الطفل زيادة في الوزن اللي هو عادي بيأكل كتير ووزنه عادي بشرط أن تكون فحوصاته السليمة خلاص ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة بس بشرط أن تكون الفحوصات سليمة وما فيش أي خلل في الغدد الصمواء طيب النوع الثالث اللي هو طبعا زي ما ذكر الأخ محمد السعودية وكده لازم يتعرف برضو يتعرف إيه الأسباب من الأول وإيه الفحوصات وإيه النتائج اللي هناك وفيه أفيق فحوصات لو ما تعملتش ممكن نعملها ونشوف الإشكالية إيه وبعدين حتى فيه برضو اللي هو اللي اسمه أنوركسيا ده اللي معروف حتى خاصة في الأطفال في الأطفال اللي هم فتيات أكثر شيء بيبصوا على مناظر الموديلات المعارضات وعايز كده ويستفرق وعايز يعمل ويمنع الأكل ويدخل في مرحلة بمرحلة اختلال في وظائف الهرمونات يؤدي إلى فقدان الشهية والوزن يبدأ ينزل من غير ما الطفل ويصاب وتصاحبها اكتئابات شديدة وشغلانات تانية تبقى كثير طيب اليوم دكتور أيضا هناك لدينا مشكلة ومعضلة بشكل عام يعني الإعلانات التجارية التي تروج لهذه الأطعمة والمأكلات السريعة والمنتجات السكرية وغيرها وتأثيرها على العائلة والضبط تعليقك على الأمر أو تعليقي أن هذا نظام لا يتحكم فيه الفرد أو الأسرة لأنه يتحكم فيه الحكومة الحكومات التي في الدول المتقدمة عندها قوانين معينة هذه القوانين تمنع الإعلانات في أوقات معينة من اليوم فيها أشياء معينة وفي الحال السوبر ماركت التي تبيع الأشياء دي بيجبرهم على أنهم يكتبوا المكون كل مادة غزائية بالتفصيل يقول لك عدد السعاد الحارية لكل 100 جرام كذا عدد كمية الجرامات في الدهول كذا وهكذا معروفة فلعايز ده إيه بقى عشان المستخدم ما يقولش أن أنا أنا ما عرفتش إيه كده يعني إيه اللي موجود هنا فبعد هذه ليست حجة الجميع لابد أن يكون يعرف المكونات والمقادير معروفة المكونات لا تشتريش لا تشتري فكل مكونات السعادات الحارية والدهون والبروتينات والفيتامينات والأملح موجودة بقرار حكومي مطبوعة على كل مادة أريحة في الثواني الأخيرة دكتور لإنهاء هذه الحلقة للعائلات للأمهات للأباء لتجنب وصول أبنائهم أطفالهم إلى السمنة ومخاطر السمنة وأنصح أن يبقى فيه نظام متكامل في البيت بحيث أن الطفل لا يشعر أنه هو المقصود بهذه التفرقة والموجود كل ما هو عايزه يبقى فيه نظام متكامل نظام فيه صراحة والطفل لو هو كبير شوية يريد الأسرة تفهمه وعدم مكافأة الطفل بالأخذية اللي هي غير صحية أو ترك المجال للطفل يشتري ويأكل اللي هو عايزه ويروح المدرسة أو كده لو دي مشكلة اعمل الأكل في البيت أكل صحي في البيت والشراب الصحي في البيت عصي وكده من المعمول في البيت ويأديه للطفل يأخذه معه في الكيس بتاعه للمدرسة بحسن بأشفيه المجال كده يعني فهو برضو زي ما قلنا برضو حكاية الليستة بتاعت المشتريات الشو بينج من فضلكم أحدش يشتروا هو وشوفوا الأشياء اللي هي فيها مواد غزائية غير صالحة وتقليل أيضا الأطفال عموما للكبار برضو الأكل الصحي معروف أن السمنة والأكل غير الصحي للأسف الشديد معروف أنه يؤثر في عدد السنوات المعروف طبعا العمر بيد الله لكن من ناحية العلمية يقول لك أنه يسبب مجموعة من الأمراض منها الأمراض القلب ودورة دموية بنقول ثاني السكر والتنفس والكلسترول والنوم كما ذكرت أيضا أحد المسببات السرطان خاصة سرطان الرحم والثدي والقلون سبحان الله التجنب أيضا شغلة مهمة جدا ملاحظة عند بعق كثير من العائلات جنوس أبنائهم أمام التلفزيون والألقاب الإلكترونية نحوش الآيباد والتيذي وكذا ونديه وقت يلعب فيه يلعب لعب حركي في الحدائق العامة في الأماكن الرياضية بزبط كده بلدسكليت وقت الأسرة اطلعوا كلكم فيه في مكان كده يخليه يلعب بقى يتنطط يرجع يهلك العودة إلى الطبيعة العودة إلى الطبيعة تأيام زمان نعم شكرا لك دكتور محمد حسن انتهى وقتنا لكي تصحى لحلقة هذا اليوم بتخصص في طب الأطفال مشاهدين الكرام تجدد اللقاء السبتة القادم إن شاء الله من قناة الحوار اليوم كان موضوعنا مشاكل أسمنة عند الأطفال ومحاولة توعيتها الأهالي بمخاطر هذه أسمنة أتمنى أنكم استفتوا من هذه الحلقة وطبعا تحية مني ومن فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته